السلام عليكم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت وجه تهديدات مبطنة وباضحة إلى إيران وأذرعها في المنطقة وهذا طبعا كل صار من خلال الحفل التأبيني لمؤسسة الصهيونية السياسية وقال بنفسه بأننا سنقاتل بمفردنا ولوحدنا وندافع عن أنفسنا ضد التهديدات الخارجية القريبة والبعيدة وما الذي يقصده هنا يا ترى بنت بالنسبة للتهديدات القريبة إذا ما ألقينا نظر على الخارجة سنلاحظ بوضوح بأنه يهدد هنا بشكل واضح الفصائل الموالية لإيران في سوريا وكذلك حزب الله أيضا في لبنان بالنسبة للتهديدات القريبة والتهديدات البعيدة والخارجية هو يقصد إيران وطبعا هذا يوضح بأنه ستكون هناك عمليات عسكرية واضحة جوية بالنسبة لإسرائيل وقد تكون تصعيدية خاصة وأن هناك انزعاج من الإسرائيليين حول ما يحدث أصلا في المنطقة بشكل عام خاصة وأنهم يلاحظون عددا من الأمور التي تقوم بها إيران إيران الآن تضغط على مستوى كبير من أجل أن تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق وأن تنسحب كذلك من سوريا من أجل أن يهيمنوا على العراق ويهيمنوا الإيرانيين على سوريا وكذلك أن حزب الله اللبناني هو أصلا مسيطر على الوضع الموجود في لبنان بالإضافة إلى ذلك سيسعون للوصول إلى القنبلة النووية بغض النظر يعودون الاتفاقية النووية أم لا تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلها وما زاد الطين بله هو علي ربيعي المتحدث باسمه الحكومة الإيرانية الذي قال بصريح العبارة بأن قضية مفاوضات فيينة قد يؤجلونها وقد يخلوها تحت ويمرروها إلى حكومة إبراهيم رئيسي الذي سيستلم الرئاسة الإيرانية ومهامه الشهر القادم هذا بالنسبة لإسرائيل معناتها القنبلة النووية أصبحت واقعا ولم تعد قضية إعلامية تستخدمها إيران أو دبيوماسية أو سياسية في قضية المفاوضات وهذا طبعا الأمر مخلي مو بس الإسرائيليين أن يخلقونه وإنما مخلي أعضاء مهمين في الكونغرس الأمريكي يخلقونه بشكل كبير وأهمهم طبعا هو السيناتور لينزي جراهام على الفوكس نيوز شوف شون اللي قاله قال لم أكن قلقا أكثر مما أشعر به الآن من اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل كم من الوقت ستنتظر إسرائيل قبل أن يتصرفوا تجاه إيران ونفس هذا طبعا القلق مو بس من الجمهورين موجود وإنما هم قلقون كثيرا أيضا الديمقراطيين أيضا وليس فقط الجمهورين خاصة بعد الضربة اللي صارت حقيقتنا واشنطن بوست هي التي جاءت بهذه التسريبات من داخل الكونغرس أنه هم حقيقة خايفين من أن الضربات لبايدن لن تشجع الكونغرس بشكل أو بآخر من أجل تجديد أو تغيير قرار الحرب فلذلك هم يعتقدون أنه لازم الضربة اللي صارت في العراق تغير قرار الحرب اللي هو الـ AUMF Authorization for Use of Military Force لعام 2002 بقرار حرب آخر لأنه بحسب الواشنطن بوست عناصر الفصائل المسلحة ستصعد في الفترة القادمة بشكل كبير ضد القوات الأمريكية على هذا الأساس هناك ردة فعل سياسية كبيرة جدا من خلال هذا الرجل جيفري دولارينتس هذا هو طبعا مستشار السياسة الخاصة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كان في إحاطة في مجلس الأمن الدولي يوم أمس والرجل نقل سياسات جديدة عن بايدن وضغط جديد ضد إيران طبعا وذلك لأنهم دي يشوفون بأن إيران هي تقوم الآن بخطوات تصعيدية هم مستمرين في إضافة أجهزة الطرد المركزية الحديثة وحاليا حقيقة أيضا مستمرين في عملية التخصيب بنسبة 60% رغم أنهم كملوا ستة أسابيع من المفاوضات اللي هي مفاوضات فيين من أجل عودة للاتفاقية النووية وعلى أساس هذه 60% أيضا لا زالهم دي حقيقة دي من اليورانيوم اللي هو 235 لا زالوا يصدرون من هذه النسبة 60% فبالتالي هذا تصعيد كبير جدا لا زال مستمرا والاستمرار من دون أي تخفيض يؤكد بأن هناك مشكلة قادمة في هذا المجال بالإضافة إلى ذلك أنه الإيرانيين أيضا مستمرين في قضية برنامجهم للصواريخ الباليستية من دون أي تخفيف بأي شكل من الأشكال والقضية أنهم مخايفين فقط من أن الصواريخ الباليستية الإيرانية تصل مسافتها 2000 كيلومتر وعندما نتحدث عن 2000 كيلومتر وإذا تنطلق هي من أطراف إيران على سبيل المثال من كرمن شاه في إيران على أطراف إيران فهذه مو بس تغطي إسرائيل وإنما هي تصل إلى عمق أوروبا وتحديدا إلى عمق اليونان فهي القضية بالنسبة لهم أن الصواريخ الباليستية يقدرون يضبطوها عبر الأقمار الصناعية ويصطادوها قبل أن تصل إلى أوروبا أو حتى إلى إسرائيل ولكن المشكلة هو إذا حطت ووصلوا إلى القنبلة النووية الإيرانيين وخلوا الرؤوس النووية على الصواريخ الباليستية هنا سيكون خطرا لأنه حتى إذا انطلق بالجو وضربت بالجو فيها مشكلة كبيرة جدا وخطيرة فهذا الأمر طبعا حتى نعرف أنه الإيراني لديهم كل الإمكانيات للوصول إلى هذا الأمر خاصة من الأرشيف اللي أصلا الموساد قدر يضبطه من الأركايف حقيقة اللي ضبطه بنيامين نتنياهو في عملية كبيرة جدا في شهر 4-2018 هذه واحدة من الصور لعمليات الهندسة الإيرانية والمعلومات الإيرانية اللي يمتلكون أنهم أصلا عدهم كل النووية والمعرفة شلون أنه الرؤوس النووية توضع على صواريخ إشهاب ثلاثة وطبعا نحن نتحدث على أرشيف إلى سنوات وانكشف في 2018 فما بالك الآن في 2021 فعدهم الإمكانيات الإيرانيين للوصول إلى ذلك على هذا الأساس دولارنتس قال سنضغط على إيران من أجل إيقاف هذه الخطوات التصعيدية حتى تلتزم في القضية النووية وقضية أيضا برنامج الصواريخ البارستية بالإضافة إلى ذلك قال سنضغط على الفصائل الإيرانية بشكل كبير ورح يستخدمون مادتين على هذا الأساس يعززوها بشكل أكبر في مجلس الأمن الدولي اللي هي المادة 1701 واللي هي مختصة في عملية حضر الأسلحة وتصدير الأسلحة من إيران إلى حقيقة حزب الله اللبناني وكذلك المادة الأخرى والمهمة اللي هي 2216 هذا هو كلام دولارنتس وهذه طبعا المادة هي متعلقة بحضر أيضا تسليح إيران إلى حقيقة الحوثيين والسلاح اللي يمتلكوا الحوثيين وسيضغطون أيضا على الفصائل المسلحة والسلوكيات الإيرانية في الداخل العراقي بشكل كبير وإيضا في الداخل السوري على هذا الأساس الديفنس وان وضعت تقريبا العلاج لبايدن في ظل هذه الظروف الصعبة والتصعيد والتهديدات الإسرائيلية واقترحت الآتي على بايدن على واشنطن أن تتراجع عن برنامج إيران النووي ثم تستخدم الوقت المتبقي قبل انقضاء بنودة الاتفاقية أما للوصول إلى الاتفاق الأطول والأقوى الذي تسعى إليه إدارة بايدن أو بتعزيز الردعنا حتى تدرك طهران أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من أن تصبح دولة نووية فلذلك نحن أمام ظروف صعبة ولحظات صعبة خاصة أن الجولة السابعة من المفاوضات النووية تبدو أنها مؤجلة ويبدو أن هناك ضغط كبير وهناك مماطلة وهذا الأمر مثل ما قال لينزي جراهام من الحزب الجمهوري والسيناتور الجمهوري بأن الأمور قد تسوق بشكل كبير في الفترة القادمة ويكون تصعيد عسكري كبير غير متوقع في الشرق الأوسط تقليل نظر 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 شكرا